تحديات جسام توجه حكومة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك خاصة فيما يلي توفير الخدمات وحل الضيقة المعيشية التي يعاني منها المواطن اقرار وزارة المالية بوجود الازمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد امر اكدته تصريحات وزير المالية ابراهيم البدوي عقب مشاركته في منبر شركاء السودان الدوليين الذي قال ان الحكومة الانتقالية تدرك ادراكا كاملا وجود ازمة معيشية مستفحلة يعيشها الشعب السوداني وارجع سبابها الى سوء ادارة الاقتصاد خلال 30 عاما الماضية مؤكدا مضي الحكومة بالتعاون مع الشركاء الدوليين لتجاوز هذه الازمة ويجاد الحلول الناجعة لها في القريب العاجل على المدى القصير طبعا هناك مساعي كبيرة لمعالجة ازمة المواصلات في العاصمة وايضا ازمة الخبز في العاصمة والمدن الكبرى ونحن نتطلع ان شاء الله الى ان نعمل نغلة نوعية في الانتغال من الدعم السلعي الى دعم اوسع واكبر لكل المواطنين وفي الاسناء انتقد البعض سياسة الحكومة في طريقة التعامل مع القضايا الاقتصادية بالحزم المطلوب خاصة فيما يتعلق برقابة الاسواق والتحكم في ادارة السلع الاساسية بجانب العمل على محاصرة تدهور الجنيه السوداني وكانت الحكومة خلال الفترة الماضية قد وضعت العديد من الخطط والبرامج الازعافية لتخطي عقبة الازمة الاقتصادية خاصة في الجوانب النقدية من خلال توفر السيولة في البنوك التجاري والعمل على معالجة ازمة المواصلات التي تعاني منها العاصمة الخرطوم طيبة لحياة طيبة